اشتركوا في القناة ورئيسة الاتحاد البحريني لكرة الطاولة على جائزة اللجنة الأولمبية الدولية للمرأة ورياضة لعام 2015 عن قارة أسيا وأكد سموه أن هذا التكريم جاء تأكيدا لدعم جلالة الملك المفدى للمرأة البحرينية وتوفير البيئة المناسبة للارتقاء بمكونات رياضة النسوية في المملكة كما أكد سموه أن رياضة النسوية في مملكة البحرين حققت انجازات رفيع على المستوى الإداري والفني في مختلف المحافل والبطولات أشير لها بالبنان والفخر والاعتزازة وأكدت مدى الارتقاء الذي تعيشه رياضة المرأة في المملكة مشيرا إلى أن هذه الجائزة الدولية القيمة جاءت لتعكس مكانة الشيخ حيات بنت عبدالعزيز الخليفة المرموقة في الأوساط الدولية بشكل عام وأوساط كرة الطاولة بصورة خاصة بالإضافة إلى الهيئات والمنظمات التي تعنى بشؤون رياضة المرأة وقد بعثت صاحبة السمو الملكي الأمير سبيكة بنت إبراهيم الخليفة قرينة ملك مملكة البحرين رئيسة المجلس الأعلى للمرأة حفظها الله برقية تهنئة إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة ورئيس اللجنة الأولمبية البحرينية ردا على تهنئة سموه أوضحت سموه فيها أن هذا التكريم نتاج طبيعي لجهود الشيخ حيات الحتيثة والمتميزة وتفانيها المشهود له على مر مسيرتها العملية ومساهمتها الواضحة في مجال العمل الرياضي بشكل عام وما تقدمه من خبرات قيمة ومشاركات وطنية ودولية متعددة ساهمت في تنشيط الرياضة النسائية بالبلاد مؤكدة سموها حفظها الله أن هذا التكريم يأتي ليلقي الضوء على ما تحظى به الرياضة النسائية في مملكة البحرين بفضل من الله تعالى من مساندة وتشجيع ورعاية سامية من لدن صاحب الجرادة الملك المفدى والتزام سمو الشيخ ناصر بتنفيذ توجيهاته حفظه الله للارتقاء بالأداء الرياضي للمرأة البحرينية والذي نشهد صدارة الطيب ونتائجه المتميزة في العديد من المحافل الدولية مقدرة سموها لسمو الشيخ ناصر بن حمد اهتمامه الكبير ومساعيه المخلصة بأن يكون للرياضة النسائية مكانتها اللائقة بها وبما يتناسب مع طموح المرأة البحرينية التي تجعل دوما من التمييز عنوانا لأدائها ترجمة نانسي قنقر